كلمنا في البداية بقى كده عن كواليس البطولة والمشاركة الأربع فرق والأهلي كمان تحديدا في البداية طبعا بيستضيف الأشقاء الغاليين علينا جدا في الإمارات البطولة على أرضهم وفي ملاعبهم البطولة بأربع مشاركة أربع فرق مش بس فكرة البطل الدوري وبطل الكاس بقى الشكل الجديد للبطولة بوجود أربع فرق نادي الأهلي طبعا بيشارك بصفته بطل الدوري نادي برامدز بيشارك بصفته بطل كاس مصر نادي الزمالك بالكارت الزهدي أو المشاركة اللي بتحددها الشركة الرعية باعتباره اسم كبير جداً وفريق جماهيري كبير وله ثقة وكبير وأول بالمناسبة من أننا نتكلم عن بطولة الصوبر هو أول منتوج بلقب بطولة الصوبر في أول نسخة اتعاملت لها بطولة أعتقد أنها بطولة قوية جداً قبل بداية الموسم المحلي المصفي آه في أندية بدأت المشوار الأفريقي بتاعها النادي الأهلي بدأ مشواره وتخطى خلاصه ووصل لدور المجموعات نادي الزمالك أيضاً كمل في مشواره بيرامدز أيضاً وطبعاً النادي المصري الرباعي المشارك سراميكا ما كانش مشارك في البطولات الأفريقية ولكنه بيجهز نفسه تحت قيادة كابتن أيمن الرمادي في صفقات قوية للفريق فأعتقد وكل الناس مترقبة ومنتظرة انطلاق البطولة بكرة إن شاء الله عشان هتشوف مباراة ممتعة في نص النهائي وإن شاء الله أيضاً يوم الخميس مباراة النهائي وتحديد المركز التالي هنبدأ معاك عبد الحميد بالمباراة الأولى اللي هتكون بين الزمالك وبيرامدز الزمالك طبعاً بطل السوبر وطبعاً معنويات في السماء مرتفعة جداً وكمان بيرامدز مقدم ماتشات ومواسم قوية جداً فريق يعني منظم شايف المباراة إزاي؟ وفنياً الزمالك هلعب إزاي أمام بيرامدز؟ الزمالك زي ما حدرتك استعرضت منتشي جداً ببطولة السوبر الأفريقية وخصوة أنها كانت جاية من أمام المنافس التقليدي النادي الأهلي في السعودية طبعاً فكان فيه معنويات عالية جداً وعايزين يكملوا عدوات عشان تبقى بداية موسم رائعة جوزي جوميز مركز جداً على حتة البداية في البطولة بتاعت السوبر المحلي مش بيفكروا في المباراة النهائية لا بيتكلموا على مباراة بيرامدز تحديداً بكرة وهي مواجهة أنا شايفها 50-50 ماتش صعب جداً أمام منافس شارس وقوي بطل كاس مصر فريق بيرامدز عامل معسكر في تركيا بيرامدز بالمناسبة قبل البطولة ديت وبالمناسبة أيضاً عامل صفقات جيدة يعني ضم يوسف أوباما من نادي الزمالك ضم مصديق أجولة وهو من أفضل الأجنحة الهجومية اللي كانت في البطولة المسلم المحلي في المسلم الماضي شايف أنها مباراة قوية جداً السكواد بتاع فريق أساساً بيرامدز سكواد جيد جداً وفيه عدد كبير جداً من اللعابة الدولية لا يغيب عنهم سوى وليد الكارتي وهو أيضاً لعب من اللعابين المميزين على خلاف نادي الزمالك عنده غيابين أنا بعتبرهم من الغيابات المؤثرة نبيل نونجا كان تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر ومصطفى الزناري اللي كان تعرض لإصابة في تمزق في أربطة الكاحل أعتقد أن السناء هيغيب عن مباراة بيرامدز بكرة مش هالحاوة هم الحد مبارح وزملنا طبعاً استعرض زملنا مصطفى استعرض في التقارير الرياضي الأجواء وكواليس في المعسكر وشوفنا حالة معنوية كبيرة جداً من نجوم الفريق زيزو وشكبالة والأسماك كبيرة جداً أعتقد أيضاً أن مران الزمالك كان بالأمس بيطفع عليه جانب معنوي عالي جداً وحماس كبير جداً من العناصر كلها الموجودة إن شاء الله هتبقى مباراة أنا بقول أنها خرجت توقعات بس أتوقع أنها هتكون مباراة ممتعة من جانب الفريق